أتعبت في تربيتي خلوقي وأدابي وكذا راحاتي نوعت لي دربي نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي مرحبا 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 بكم في حلقة جديدة من حصتكم ولدنا تحت جنحنا جنحنا كامل لأن ولدكم هم ولدنا ولدنا هم ولدكم ولازم نتحدو كامل يد وحدة باش نربي ولدنا هاد الحصة جات باش تجاوب على بعض التساؤلات منتعكم يا أولياء انتم في تربية ولدكم باش ستتعاملوا معهم في حالات معينة بالمرات تحتاجوا إلى النصائح من عند خبراء وأخصائيين في شتى المجالات الموضوع تعاليوم موضوع مهم جدا أنا نحبوه بزاف كامل الأولياء أولادهم قبل الإمتحانات يبقوا يتسألوا يبقوا يتسألوا يا ربينا ولدي تقلق ولدي كيفاش ندير باش نحضروا الامتحان كيفاش ندير أوليدي ويقرأ بزاف ما وش يرقوت في الليل اذا هذا القلق انتع الامتحان يقلق الأولياء أكثر من ولدهم اذا اليوم نحن نتكلمه على القلق تاع الامتحان يعني يعني كيفاش الإنسان يكون مسترسي ويقلق قبل الإكزامات كيفاش نقدروا انتم كأولياء كيفاش تقدروا تعاونوا ولدكم وتتعاملوا مع هذه الحالة هذه اذا في هذه الحلقة هذه راح يرافق لي يرافقني الأخي السعية في علم النفس التربوي أستاذة محرز خان عبلة فضلي مرحبا بك شرفتينها 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 يرافقني كذلك المختص في علم التربية 39 سنة في الميدان التربوي سي لابري نوردين شكرا مرحبا بك شرفتنا 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 وحبينا يكون معنا ولي أمر أب معنا بكاري جمال مرحبا بك شرفتنا 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 وكذلك دائما عندنا الطفل ولا طفلة تروح الدين الواجبات المدرسية تنتح في هذا المكتب الجميل اليوم معنا مريا عروحي مريا عروحي بنتي شراكي بنتي لافئس وش سنة copying مريا سنة ربيع سنة ربيعں متف service اليوم حبينا تجد شاوع Unt decided that à me and me وأنا أحبنا تكلمين يا Squesna كي تدخلي الدار أو انتحت strategic ألينا أشعر الحليب معنا لطافة نحبه gotta trust me تشربين الحليب وبعد تديري الواجبات وتستعفينه شوية وفي نهاية الأسبوع الجماعة والسبت تقرأي شوية ولا مشي بزر؟ تقرأي شوية واش تقول للأطفال واش تقول لهم لازم يكونوا؟ لازم تديروا واجباتكم وما تستهونيش على الدراسة وتعاجعوا الدراس في البيت برافو برافو تفضلي بنتين المكتب الجميل تفضلو شكرا إذا انتم متاني يا أطفال لكم تشوفوا فينا روحوا ديروا الواجبات المدرسية تعكم لازم تكون بانتظام 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 بشي غير الأطفال حتى الكبار شوية اللي في الثانوية حتى في الجامعة يعني كامل عندنا واجبات ولكن احنا مدى بنا نتكلموا على الطفولة لأنهم مسؤوليتنا احنا لازم نوجههم لأن نرجحكم هو مستقبلكم والأولياء تعكم يحبون النرجح تعكم ويحبون لكم الخير كذلك مرحبا بكم مرحبا بكم في حلقة جديدة من أولدنا تحت جنحنا شخصيا نضرن باللي مكان شفينا احنا يعني كأشخاص وكامل اللي ما عاش قلق الامتحان قلق الامتحان ولكن شفناه باللي بالمرات الأولياء شغل أنا مرات لقيت واحد صاحبي ولدي يجوز الباك قلت له واش شهلا باس قال لي والله يقول لنا نجوز الباك قال لي دونك هذا القلق هذا معدي يعني سيكون تارجيو حتى الأولياء يتقلقوا دونك الأولياء ماذا بهم بلك من خلال هذه الحصة نجاوبهم على بعض التساؤنات يعني كيفاش نقدرون نتحكموا في هذه القلق يا هل ترى هذه القلق مليح مش مليح مفيد ما هو درجة القلق اللي نخافوا منها اللي ما نخافوش منها ماذا بيا نبدأ بيك أستاذة نبدأ بيك أستاذة بما أن نتكلمنا بزاف على القلق الانتحان حتى المذكرة انتعي كانت القلق قبل المنافسة منافسة الرياضية بما أني درست في علم المنصف الرياضي ولكن هي تشابه شوية ولكن الفرق هو أنه المنافسة الرياضية فيها الجمهور وفيها أني مختلفة شوية ولكن الامتحان خاصة الامتحانات الكبيرة كما السيزيام كما البواف كما الباك كما الأسوت ناص يعني هادون ضنب اللي عندهم خاصيتهم ماذا بينا تكلمع لها وش هو النوع القلق اللي مليح اللي يحفز هل لما الطفل بالمرات ما يكونش عنده قلق الامتحان يعني خافه ما تخافه يعني هاتش تفضلي أستاذ السلام عليكم ورحمة الله يسعيدوني ويشرفوني أن أكون ككل مرة مع هذا الأسرة اللي ترحب بنا دائما اللي تحتضمنا في حضنها إذن نتكلم اليوم على قلق الامتحان وهذا المشكل يهم كل المتمدرسين كل الطلبة وخاصة كل من هو مقبل على الامتحانات الانتقالية اللي تكلمت عليها يا زيد إذن تشكل الإضطرابات النفسية المصاحبة للامتحان حالة من الارتباك والشعور بعدم الارتياح وتصحبها أو تقترن معها عدة خصائص أو صفات يعني مرافقة فيزيولوجية هذا ما يبين يعني أو يزيد يعقد الأمور أكثر ما يزيد طين بالله تيب روحك تعرق تيب روحك ترجف تيب روحك يعني وصحة الحمى نعم وعلاج لأنه كاين الترجمة أو الإنعكاس يعني الفيزيولوجي هم هورمونات اللي راهم يتحركوا كما الأدرينالين اللي را هي تفرز في الدم بطبيعة الحال أنها تعمل كل هذا عندها الإنعكاس سلوكي تحها وعندها الإنعكاس الفيزيولوجي تحها لكن أنت تكلمت يا زيد عن عن القلق كونه دافع بضب يعني وكونه معيق بضب يعني كاين حالتين هذه النقطة اللي يجب أن نضحوها الأوية نتكلموا على القلق الحميد اللي يكون فقط في حد أنه دافع أنه يزيد من قوة الإنجاز يزيد من دفعية الأداء والله هو يكون هذا القلق هو بالذات اللي يكون معيق بحيث أنه طالب أو التلميذ يكون محضر ومتأكد أنه را هو الميترسبيان اللامات يختاعوا من بصحك يتلحق لوضعية الامتحان ويلحق قدام كل ما هو امتحان يعني هذه حجرة الامتحان الحراسة الحراسة اللي هم من يشكلوا خاصة يعني الحراسة العوام الكثيرة يعني يكون مزف صعب يزيدوا يخوفوه حتى كاين ليشوف ورقة الامتحان يصرعوا أن بلوكاج نحن الآن يعني راني نشوف حتى في الامتحانة تعنت في الجامعة يعني صارت أنه جات الامبولانس تعالى يعني لدرجة أزمة الأمور وطالبة كبيرة يعني في العمر وهي متعودة على الأداء الامتحاني هذا لكن مع أنها مصابة بكين يعني عندها استعدادات فيزيولوجيا أخرى يعني خاصة عندما تكون يعني أمراض مصاحبة كما نقول لهم إحنا يلي مالادي بسيكوسوماتيك يعني الأمراض اللي هي ذات تقدر يقدر السبب النفسي يساعد على هي تكون مبرمجة في الإنسان يعني كل إنسان يزيد يزيد إلى هذا العالم وهو عنده حساسية معينة في عضو من أعضاؤه هي هذا الأمر هذا هو اللي رح يكون بدون تكلم عن الحوادث العارضة هو أو حوادث يعني بكل أنواعها أو فيروسات أو أمراض بدون تحدث عن هذا هذه الحساسية لمبرمجة موجودة في كل واحد فينا في عضو معين من الأعضاء هي اللي رح تكون سبب في نهايته في وفاته يعني لازم الحكمة الإلهية شاءت أن تكون لكل بداية نهاية فالإنسان لازم تكون عنده وبالتالي عندما تترافق كذلك يعني حالات مثل السكري الربو عدة أمراض أخرى يزيدوا هذه الحالات أكثر يعني إحنا عادة كنشوفوا مثلا تلميذ أو طالب يعاني من الأعراض تعلق الإمتحان أثناء تأدية الإمتحان أول سؤال نبدأ نقوله أسكرك مريض بأي مرض آخر كيف نأخذ الإجراءات اللازمة لقد تؤدي في بعض الأحيان حتى إلى الاتصال بأعوان حماية المدامية أو الإسعافات اللي صامية أو أي شيء هي كين أستاذان بعد رح نشوف مع سي لابري كين بعض المجتمعات بعض المجتمعات نحادق على الإمتحانات الانتقالية ولكن كين؟ ولكن هذا كله استراج الإنتقال نحوه ما نقولش باللي هاد التجربة مليحة ولها تجربة مش مليحة ولكن أنا عشت الارتياح الارتياح للأطفال هادوك شفتهم باللي ما عندهمش قلق كبير لأنه أصبحت هذه الانتحانات الانتقالية شغل خاصة في الجزائر أنا عايشها خاصة الأمهات الأب ما يبينش في الجزائر على بارك شغل الأب هو رب العيلة وكامل يشوف من البعيد ولكن الأم تعايش هذا الوضع أنا الأم تعايش كان تعطي لي حب السكر صباح تقول يا ودي شرب الماء دي معك قرعامة دي معك وراك مليح وسمي وقرأ صورة كذا وقرأ شوية قرآن وقرأ يعني تشوف باللي كين عدة عوامل ترافق هاد شي أنتو ما كم وربيين هاد الناس هادوا في الأخيرة يوصلوا لعندكم أكيد ذلك يجيك مرتبك يجيك كيفاش تتعاملوا معهم هل ترى هل كينة بتسوي ذي هكذا وين تهدؤهم وين تقدروا تهدروا معهم حتى مثلا مثلا في الدروس الأخيرة اللي قبل ما يروحوا لهذه الامتحانات خاصة الانتقالية شوف سياسي قبل ذلك أولا الامتحان ما هو بالنسبة للتلميذ وبالنسبة للأولية ماذا يمثل الامتحان الامتحان بالنسبة للتلميذ يمثل هي مرحلة مرحلة أو اعتراف من طرف المجتمع اعتراف اجتماعي وأكاديمي من طرف الآخرين تلميذ يقول لك أنا سنعقل بالباكالورية لكي نعطي شهادة وكي نفرض اعتراف الآخرين بي أنا قريت وكذا ووصلت ونجحت ونرايح هذا الفكرة هذه تخلي التلميذ متخوف لأنه هو يشوف للعكس إذا فشلت فالمجتمع اللي اعترافه بي ونطيح قيمتي وتنزل منزلتي هذه من جهة من جهة الأولية الأولية ينظرون إلى الامتحان هو إذا نجح وليدي معناه أنا نجحت ووفقت في تربيته بذل إذا ما نجحش فأنا كنت خيب وهذا كذلك يزيد في القلق تلك الأولية واللي أثر بدوره على الأولاد يخافي خيب ظن والديه هذا هو مثلا اجتماعي الوالدين والأقارب والأصدقاء وإلى غير ذلك هذا هو هذا هو الامتحان اسألتني احنا في المدرسة ماذا نفعل هو يعني تحب الصراحة يعني بصراحة يعني فيه نقص كبير أنا نكون صارح في مرافقة الطفل نعم أنا نكون صارح أحيانا المدرسة بدون قصد والمعلمين نحنا كذلك بدون قصد نلعب دور عكسي مما يجب أن نقوم به يعني يعني نزيد نكثف ونزيد نكثر من أسباب القلق القلق وهناك بعض بعض الزملاء وحتى الناس في المجتمع على كل حال من خلال هذا المنبر نحن ماذا بينا نديره هذا والهدف حتى المرابيين هذا والهدف شوف كان العبارة المعروفة يقول لك عند الامتحان يكرم المرء يكرم المرء أو يهان الإهانة وصح بالإهانة وصلنا حتى الإهانة يعني هذه لازم هذه المصطة الأولية والمعلمين هذه يعني هي مرحلة المرحلة الدور اللي لازم يعبوا وكاين بعض المعلمين وبعض المدرس لديهم دور نفسي لحنا المدرسة عنا خالية من المرافقة المتخصصين في علم النفس بالضبط بالضبط المعلم وحده وش رايح يدير المعلم وحده وعنده 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 بلاستوف مدرسة قلق لك ستة ولا سبعة دروس مهمة مدرته يجي قايدر يجي باش يطبق البرنامج ذلك النحية النفسية اللي هي مهمة جدا جدا ما ينجمش المعلم يقوم بها كما ينبغي ولهذا المرافقة النفسية من طرف أخصائيين في مدرسنا ناقصة للأسف وهذه تلعب دور كبير هو المهم لازم المعلم دائما يقول التلاميذ بأنك يا بني حضر نفسك راننا عمله طبعا راننا عمله كلنا باش نحقق النتيجة ولكن قال ممكن جدا ما تنجحش وإذا ما نجحش يزمي قنعه واش رح يصرى إذا ما نجحش يا بني تعيد السنة وإعادة السنة ليست عقوبة أو إهانة بالعكس بالعكس هو علاج بدغوشي تربوي باش الإنسان يعاود قوي نفسه والعام المقبل إن شاء الله ستتحصل على النتيجة على النتيجة بمعدل أحسن وهذا ما يحدث إحنا لما نشجح تلميذ هكذا والأولياء نقول لهم خليه عاود نقول له أنا يجيب أو جاب الباكالوريا أو فيكنديس ولا جاب راح من المتوسط إلى الثانوي بمعدل عام سانوي بعشرة وبحداش رو رايح يزيد يحصل ويتلقى صعوبات في الثانوي نقول له معليش يا أخي خلي بليدك يعاود السنة وكي يعاود السنة وعنده مؤهلات عنده يزيد برقي يقويها ويدعمها وينجح أكثر بهذا الأمور أنه قلل قليلا معض الشيء من هذا القلق زيد كذلك التنظيم تعليم امتحانة تنتعنا خاصة في السنوات الأخيرة وكل المجتمع يعرف والأولياء يعرفه والمؤسسة تعالى الدولة تعرف صباح الامتحان كشورانا رحيل الحرب هذه تخويف تخويف هذا الاحتياطة الأمنية والغيش وضب الكم الغيش وعود الموات تهويل هذا بطبيعة الحال أنا ما عنديش أولادي عقب وأنا ما لديش باروندل بش أولادي عقب امتحان والله غير نحس أشعر ضغط نخلو نخلو التلميذ يجوز امتحان بالظروف عادية جدا وكذا وكاين كذلك تهيئة تعالى الازيكزيرسيس انت كنت في الرياضة يعني تدريب يعني لازم نعود التلميذ هذيك الورقة للدبلوفي لتخوف بالضبط هذيك نجملي نجيبوها ونعطيوها التلميذ في اللوباك بلون نكزامن بلون نكزامن بلون ندير دور طب وزيكزامن بلون والا اكزاقتمون هذا باختصار يعني أنا أنا أذكر دايما الولد انتاعي الأب ربي حفظه كان دايما يقول لي شوف يا ولدي حضر نفسك للانتحان بدل قصارة جهدك إياك والندم حضر نفسك إذا كانت النتيجة ما كانش في المستوى مش مشكل ولكن ما لازمش توصل تقول يا ليتاني لو كان غير وجدت روحي أحسن أنا هديها النصيحة لنوجدها لنوجدها للناس اللي أنا الحمد لله فادتني فادتني في قريتي دايما نوجد روحي باش ما نندمش إذا كامل اللي عندكم الامتحانات الكامل لازم توجده بدل جهدك بس نقطة مهمة سيزيد خفيفة الكثير من التلاميذ ومن الأولية يخطئونا في الامتحان في تحذير الامتحان بضب يحسبوا بأن تحذير الامتحان هو في الثلاثي الثالث الأخير وهذا خطأ خطأ كبير يعني يغفلوا كل تلميذ كل ولي بضب مدرا صاري عنده برنامج روي دير فيه ما هو مراقب من حزبوش تلاتي الثالث بدأ دلو ولكن قل ما زل الحال لحنا في جوان عقب الامتحان خليك كل حق للمواد أفريل وللمواد مي يبدأ فيه هذاك الضغط هذاك يزيد من الخوف لازم يعود الدروس من الأول نعم إذن إحنا عندي امتحان من بداية السنة الانتظام للبرنامج التاعي نظم روحي لازم تكون في برمجة أيضا ما نكثرش كثير على التلميذ ما ما نخفلش عليه يعني فيها في حسابات باش تلميذ يحضر الامتحان من بداية السنة إلى النهاية في النهاية بطبيعة الحال 15 يوم 20 يوم هناك معديش بعض الدروس ما فهم هاش يروحي يزيدي يصحر شوية أكثر لا بس جميل جميل سيد جمال بكاري ماذا بينا أنت كأب كأب كيفاش تحضروا لطفل الامتحان مهما كان يعني مستوى الامتحان أولا نسوكوكم على الاستيضافة ثانيا الموضوع يعتبر موضوع حشاش خاصة أن هذا الموضوع مرتبط بالتلميذ كي يقولوا التلميذ يعني العائلة كي يقولوا العائلة يعني المجتمع كي يقول المجتمع هي شبكة يعني هي البلد ككل هي شبكة إذا كان ما خديناش هالموضوع بنوع من الجدية يعني ممكن جدا سيكون عندنا جيل معوق قليلا القلق هذا القلق ميزة موجودة في الإنسان مش مرتبطة بالامتحان ومعين إنسان إذا أراد إذا أراد الإنسان يدير شي يبقى مقلق حتى ينجز ذلك الشي فما يبقى بالتلميذ تلميذ قلنا أن الأستاذ تكلم موضوع وتوسع فيه قالك أن الإستمر طبطة بالمدرسة وبالأسرة بضع أحنا الأسرة اللي حبينا نعرفه الأولياء كي يعيشوا بالنسبة للأسرة أنها ما تضغطش على التلميذ تهيئ له توجد له الظروف يعني ميبقوش داي من الظروف الملائمة من بين الأشباب بالمدرسة الأسرة أننا نقارن التلميذ أو الإبن بآخر لماذا هذاك وهذاك لا لا هنا بنسكن أننا نحاول التلميذ أو الإبن نحطينه مرقب نقص وبالتالي الحاجة نفرض أن تكون إيجابية تولي سلبينة دون أن نشعر يعني أننا قضينا على الطفل دون أن نشعر الظروف نهيئون الظروف التالية تدرج في المراجعة جميلة نخلي نخلي أن الإبن هو يختار طريقة على المراجعة ما نفرضش عليها المراجعة مراجعة فلان فلان ثالثا أننا نحاول التلميذ نحببه لكل مواد بعض التلميذ بعض الأولياء خاصة لدي أوليدي يميل مادة ويتجاهل المادة ما عندوش مويول في تلك المادة وبالتالي نحاول أننا نحببه للمواد المفروض يمتحن فيها يعني عندنا عشر مواد ونجي للمدرسة مع كل أسف أننا فعطينا حشو للتلاميذ مش ممكن تلميذ باقالوريا ولا تلميذ سنة ربعة متوسط بالضبط بالضبط عندو حوالي عشر مواد في تلثي يام ومطالب بأنه ينجزها كاملة بالضبط برنامج كامل كيفش الأولياء التفل تكلمنا على التحذيره كامل التفل لما يغادر البيت ويروح كيفش الأسرة تعيد شهاد صوروه للامتحان بس نهاية الطريق بضبط إذن دوك لازمنا لازمنا تيرابي لازمنا تيرابي للأطفال والأولياء كذلك لازمنا نحضرهم فضل فضل الشيخ بارك الله وفيك وش قلت السؤالك هذا كيف الأولياء عندما الطفل تلميذ يغادر البيت إلى قاعة الامتحان مهم هذا الفترة هذه يزداد فيها قلق الولدين يعني أكثر من مما يكون في البيت لماذا؟ لأنه لم يكون تلميذ وليدهم عندهم معهم في البيت وهم قلقانين خمسي يام عشر يام أسبوع من قبل لكن هما يشعروا بأنه تحت جناحهم يعني يعني ممكن يساعدوه ممكن يلاحظوه يخرج من يدي ولكن لما يخرج من البيت إلى القسم فهذا هي المصيبة الكبرى وهذا هو القلق الكبير تعالوالدين هذه ما بدت يقولون أن الإنسان من الأخطاء يتعلم هنا جيد دول كبير للمدرسة كيف حل المدرسة؟ أنهم يكثرون لهم الفرود يعني تدريب لا تدري مع مرور الزمن تصفت للولد لا يتفاجأش لا يتفاجأش لا يدعش اليوم مليح صح نخذواه ممكن صححة وهكذا يعني أننا نحسنوا ندر التلميذ التفل نحسنوا لهم المستوى التعو بطريقة سليسة يعني ما شي أننا نبريباري ونوجدوه أول تتحضير المتحان ما هو ش رح يكون سبتمبر والديسمبر البرامي السبتمبر كيدخل التلميذ الولد التفل رح يبدأ في المتحان بالضبط بالعكس بطل العائلات أنها تفطر الامتحان فطلقتش امتحانك من 15 حتى 20 أرواح كان يطرب وش مغلق وبالتالي ما كش الفائدة الكبيرة ما يجح تكون لازم الانتظام جمالية تهدى بالقوة ما يجيش مستدى حبيت نختمه معك تكلمينا على بعض النصائح اللي نعطوهم هو القلق الامتحان حقيقة عند الأطفال ولكن كذلك عند الأولياء ماذا بيالو كان نعطوه بعض النصائح الأولياء باش يحاولوا بروبتيميزي يعني هذك القلق حتى يرجع فائدة لأنه القلق لما كانش القلق معناتها ما كانش موتيفاسيو يعني ما كانش تحفيز ما كانش كيفاش الأولياء ولا التلاميذ يقدروا يرجعوا هذك القلق يرجعوا كفاء مفيد مفيد ماذا بيالتوطحين هذة الصورة هذه باش نختمه قبل قليل أستاذ نور الدين قال لك كي يكونوا تحت جناحنا واللي هي عنوان الحصة نكونوا مطمئنين عليهم احنا مدى بينا حتى يكونوا برا ويقعدوا تحت جناحنا يعني التربية تعنا وهذك التحصين بالتربية تعنا وبالنظام وبالتشرب التأهيل الاجتماعي والضبط الاجتماعي اللي نتكلموا عليه خلاص يعودوا بيان يعني يرى هم بيان بروغرامي بوزيتيف مون بروغرامي نرى أني نشوف أنهم أعطوا عدة حلول يعني الأستاذين الكريمين نشكر كذلك كثيرا الأستاذ جمال لدعم بالنصائح القيمة اللي قالها لدعم كذلك الكلام تعالي الأستاذنا نوردين وهمهم يعني في الميدان البداغوجي نلاحظوا أن هذا المشكل اللي هو قلق الامتحان كان القلق هو انفعال يعني عنده الشق النفسي وعنده الشق التربوي والبداغوجي بالنسبة للشق النفسي فيما يخص العمل للأخصائي النفساني أنا وش يهمني كأخصائية نفسانية يهمني أنه نفصل ولنبعد شوية المستوى السلوكي الانفعالي عن المستوى العقلي كيفاش هذا الشيء ما نخليش الانفعال يكبر بزاف ويضخم حتى أنه يعيق العمليات العقليات هنا يصبح القلق المعيق ما يصبح القلق الدافع للإنجاز يصبح العكس المعيق حتى بالنسبة لك تكلمت مقبل لتدريبات الرياضية حتى الرياضي عندما يزيد القلق بزاف عنده يرجع معاق يعني يخلاص ما يقدرش يتحرك فبالتالي احنا وش نعمل نعم عندنا بعض التقنيات السلوكية ما بينها الاسترخاء مثلا أنه كيفاش نعلم هذا الطالب أنه يسترخي ويرجع هو وحده يمارس هذا الاسترخاء يعني عشر دقايق ولا قبل حتى من بينها مثلا لسيبور بسيشيك اللي نمدلهم كما مثلا والدة تكلمت نتعليها قلت تقول لك مثلا أقرأ صورة أو آية قرآنية هما إسنادات أو مساندات نفسية ليعونونا شوية لأنه البسيشيزم يخدم بهذه المساندات يعكز على بعض الأشياء اللي يساعدوه لشوية يساعدوه لأنه يتجاوز هذه المرحلة أو الوضعية الحارجة إذن هذه المساعدات بما فيها مثلا وهناك المستشارية توجيه والإرشاد اللي هما أخصائيين نفسانيين مدرسين متواجدين في الإكماليات وفي الثانويات علينا أن نتصل بهم علينا أن نطلب المساعدة منهم نشي فقط هكذا طاقة كامينة من جهة أخرى هذا بالنسبة إلى الشق النفسي لازم الجانب العقلي هذا نفرغه من الإنفعال تعوه عبر عدة تقنيات إذن نرجع إلى الجانب البداغوجي وتربوي التحذير كما قلنا لي في وقته يبدأ التعلم هو عملية بنائية ما راهوش تركه مية مش في آخر لحظة قدمه والمنهجية خاصة لأن المادة التعليمية هي متكونة من مضمون ومنهجية وهي الشكل التقديم إذا المتمدرس راهو متمكن من مضمون المادة ومتمكن من المنهجية وهي الطريقة التقديم الطريقة المثلة لتقديم هذا المادة العلمية فهو أكيد في الأخير رح ينجح بالضبط شكرا شكرا أستاذ إذن إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذه الحصة قلق الامتحان على بالي بالليقاء الأولياء تهمهم هذه الحصة ماذا بينا تردوا بالكم منهجية في التعلم ولادكم لازم يقرأوا من اللي تبدأ السنة حتى تكمل السنة هذا أول 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 علاج وأول شيء اللي رح يفيدهم في النجاح في الامتحانات إذن تقدروا تواصلوا معنا عبر موقع الإنترنت ولدنا تحتج نحنا بوان كوم ولا عبر صفحة الفيسبوك ولدنا تحتج نحنا وستنونا في الحلقة المقبلة فيها نصائح كذلك تفيدكم في تربيت ولدكم من حق إلى ندروس ونتعلم حتى ننجح نبدو مجودة نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا ولا بلدنا نحب الجرية في كل مكان حق الرعب يزيدنا فرحة وكذا علاجنا بالمشار حتى ننعم بالصحة من حق الطفولة صحة علم وحب وحما لا مقبولة ولا مدلولة في العب تحيا بسلم وأمان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان